أقامت سفارة الصينية لدى تركيا حفل استقبال افتراضي يوم السبت الماضي للاحتفال بذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أرسل وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا ونائب وزير الخارجية التركي ساداتونال وغيرها من المسؤولين الآخرين رسائل تهنئة عبر الفيديو وحضر أكثر من مئة شخص حفل الاستقبال من بينهما شخصيات من مختلف الأوساط التركية ودبلوماسيون من مختلف السفارات لدى تركيا والصينيون المغتربون في تركيا وممثل الشركات ذات التمويل الصيني والطلاب الصينيون المبتعثون هناك وأتم عرض شريط فيديو قصير يظهر الإنجازات التنموية الصينية في حفل الاستقبال كما قدم الفنانون والأصدقاء الصينيون والأتراك بشكل مشترك برامج ثقافية رائعة مثل عروض الآلات الموسيقية والجوقة